اهلا بكم عزيزي طلب الطالبات التعليم الفني في حلقة جديدة من برامج التعليم الفني والنهاردة حلقتنا هتكون مخصصة لقاعدة كبيرة جدا من طلب التعليم الفني وهم طلبة التعليم الصناعي. النهاردة معنا مادة عامة مادة جميلة مادة شيقة منحبها بنحب نتعامل معها في الحياة العادية سهلة بسيطة فيها بعض المهارات الحلوة اللي احنا بنحتاجها في حياتنا العملية واللي بيها برضو اقدر ان انا اشتغل مشروع صغير على قد كده واقدر ان اعمل به شغل كويس. المادة دي هي مادة الحاسب الالي. ولما نجي نتكلم على الحاسب الالي احنا محتاجين نبقى فاهمين احنا شغالين على ايه طول العام الدراسي. يمكن العام الدراسي بتاعنا السنة دي اه بادئ بقاله اه كام اه يوم. فبنقول مع بداية العام اه هننتزم هنتعلم المهارات اللي معانا. هنكررها اكتر من مرة. هنكون جاهزين للمتحانات اللي هتكون معانا ان شاء الله. هنقدر نتواصل مع بعض كتعليم فني مش بآآ فترة آآ الازمة اللي كنا فيها ازمة كورونا. لأ ده حتى في الطبيعي هيبقى مبدأ عندنا وهيبقى حاجة السية عندنا ان احنا نتواصل مع ولادنا في اي وقت من الاوقات. ايا كان الطريقة اللي احنا هنتواصل بيها. وايا كان حتى الفترة اللي احنا شغالين فيها. يعني حتى في الفترات العادية ان شاء الله بعد استكرارنا حملها نستقرخ خلاص كدراسة وكعام دراسي وكحياة كمان. آآ بعد كده ان شاء الله هنفضل برضو على نفس المستوى وعلى نفس طريقة التواصل. هيكون المواد الدراسية بتاعتنا موجودة عندنا. اما على المواقع بتاعتنا اما على الصفحات بتاعتنا او حتى على قناة اليوتيوب الخاصة بنا. آآ يمكن احنا عندنا بس سنة في آآ آآ ترتيب الموعيد وان شاء الله بعد كده ان شاء الله يكون عندنا جدول منظم للصفوف بتاعتنا لصف الاول والتاني والتالت والرابع والخامس وكمان منظومة الجدارات التلات صفوف اللي هيكونوا عندنا ان شاء الله يكونوا عليهم آآ موعيد محددة على قناتنا وهيكون الموضوع ابسط من كده. عشان نتابع كل الكلام ده ونعرف الجداول السابتة اللي يكون ان شاء الله عليها المستوى بتاعنا او طريقة العرض عندنا هنتابع قناة اليوتيوب هنزل عليها الجدول برضو ومتدادات قطاع التعليم الفني وكمان جروب الموجود عندنا على التليجرام والجروب الخاص بالقناة عندنا على الواتس وكمان عندنا على الفيسبوك دي الجزء المهم اللي عندنا اللي قدر نوصل به لحضراتكم نرجع على موضوعنا النهاردة احنا بنتكلم على مادة الحاسب الالي الخاصة بطلبة التعليم الصناعي طلبة ديبلوم يمكن المادة بتاعتنا خدنا في سنة اولى اجزاء يمكن حتى اللي خدناه في منهج سنة اولى حاجة تشبه اللي خدناه في فترة الابتداء والاعدادة اللي هو مبادئ التعامل مع الويندوز والشكل الويندوز وطرق الفتح والملفات وعمل سلسلة الملفات وما الى ذلك من التامنين اللي خدناه جزء التاني كان من منهج الصف الاول انت بدأت تفتح برامج الاوفيس وتتعامل معها وتشوف المهارات الخاصة بالتعامل مع البرنامج ده في سنة تانية كنا نتكلم عن بقية برامج الاوفيس اللي هو برنامج اكسل خدنا عليه شغل شوية وبعد كده دخلنا على الشبكات ودخلنا على الاوتوكاد في نهاية العام الدراسي وبما ان طريقة الدراسة عندنا كتعليم فني هي دراسة مكملة او لازم المعلومة نتخدتها في سنة اولى مبنى عليها تانية عشان كده يمكن كتير بيجي يقول انا لسة باخد الويندوز وانا في قولة سنوي ما انا خدته في عدية دي او خدته انا عارفه خلاص من نسبة لنا طريقة البنى عندنا في التعليم الفني بنى المناهج لازم تكون مبنية على بعض ومتأكدين ان حضرتك خدت الجزئية دي واتقنتها عشان كده بيبدأ معاك من اول وجديد كأنك ما تعرفش حاجة في الكمبيوتر بيبدأ اديك المبادئ الآن لما نوصل للمرحلة اللي احنا فيها اللي هي فيها البرامج الاسيالي انت تشتغل فيها في سوق العمل فبالتالي لما نيجي نتكلم عن موضوع النهاردة الاوتوكاد هنلاقي ان احنا خدنا منه اشرة بسيطة السنة اللي فات احنا بنكمل عليها اصدار السنة اللي فات كان اصدار اقدم شوية من اصدار النهاردة بس كلها يحصل ان عملية التطوير من الاصدار القديم للاصدار الحديثي اللي معنا النهاردة ومش عايز اقولك ندل في السوق لأ ده فيه كمان احدث في السوق يمكن انا هنا جايب لنلوكوا التمارين او التدريبات معمولة على اصدار قبل الاخير الموجود في السوق فبالتالي فيه اصدار كمان اخير ظهر السنة دي فمع التطوير ان شاء الله يبقى بعد كده ان شاء الله منهجنا هتكون محدثة بشكل مستمر حسب سوق العمل وحسب الحاجات اللي موجودة حقيقي على الطبيعة لكن احنا بنتكلم عن المنظومة العادية اللي احنا شغالين عليها فهي منظومة متأخرة شوية عن اللي موجودة في السوق ومع ذلك هنحاول نقول ايه اللي في السوق برنامج اتوكاد من البرامج الخاصة بعمل الرسومات الهندسية برنامج سهل التعامل معاه بس فيه بعض الناس ما بتحبش تتعامل معاه عشان اشتغل به طبعا احنا عارفين موصلت سنة تالتة بدأ ان المدارس تخص هو اللي بيديك المادة فبيديك تمارين تخص تخصصك فما هتيجي تعمل في المتحان ان شاء الله بتاع اخر السنة احنا عارفين المادة عندنا ملهاش نظري هي عملي بس فبالتالي وانت في المعمل هتيجي تنفس تمرين تمرين يخص تخصصك فهتنفس حاجة على قد التخصص في المرحلة دي هتلاقي بتاع النسيج بيرسم عليه نسيج بتاع السيارات هيرسم عليه اجزاء هندسية للسيارات التريكو هيرسم الجرز الخاصة بالتريكو التجهيز المسوقات هيعمل وقسم الزغرافة هيعمل طبقات وهيحط نظام وعمل تصميمات عليه كل احب بيستخدمه بالطريقة اللي تنفع بتخصص لكن احنا لو جينا للتخصص مثلا زي تخصص نسيج وبيشتغل على البرنامج بس بيرسم برضه على الاكسل مناهجهم شغالة اكسل فبالتالي هتلقى التخصصات عندها برنامج الاوتوكاد برنامج مش اساسي هو السنوي لكن في برامج اساسية تانية هما بيدرسوها في التخصص طب ليه اوتوكاد؟ لانه بقدر ارسم عليه رسومات الهدسية العادية لانه بقدر ارسم عليه اي رسمة من رسومات الخاصة مثلا بمادة ارات فبالتالي خلينا نستخدمه الاستخدام ده احنا هنا هنده المبادئ الاساسية بتاعت التعامل مع البرنامج لكن في المدرسة هيحاول استاذ بتاعك اللي هو الخاص بتخصصك يساعدك انك تنفذ تمرين داخل التخصص فبالتالي هتبقى الموضوع بالنسبة لك ابسط شوية طب في الامتحان اخر السنة هيطلب منك عمل تمرين هو هيرقبك بتعمل ايه؟ لكن انت لو طلب منك رسمة معينة وادهلك في ورقة الاسئلة انت ملتزم بالرسمة اللي معك طيب بالنسبة لبرنامج الوتوكاد زي ما قلنا هو برنامج لعمل الرسومات الهندسية طيب لما هو الرسومات الهندسية انا بعمل به كل الكلام ده ليه؟ لان زي ما قلنا انا بطوعه للتخصص عشان اقدر اشتغل فيه معه مدارس التخصص بتاعك طيب طالب بقى ان نبدأ نتعامل مع البرنامج ونشوف شكله ايه؟ اول حاجة عندنا زي ما قلنا البرنامج استخداماته ويستخدم العمل الرسومات الهندسية طيب تاني حاجة بقى واجهة البرنامج تعالوا نشوف واجهة البرنامج واجهة البرنامج عندي هنا دي منطقة العمل الجزء ده بعد كده عندي بقى مجموعة الاشريطة الموجودة عندي وهيبدأ بيه الشريط الخاص بيه الرسم بعد شريط الرسم عندي شريط التعديل وده برضو مش شرائط المهمة بعد شريط التعديل هيكون عندي جزء خاص بشريط العنوان اللي فيه عنوان الملف بعد كده عندي شريط القوائم اللي هو فيه القوائم منسدلة ازا كان عندي نوعية البرنامج اللي عندي فيه قوائم منسدلة بعد كده شريط ادوات الخصائص الخاص بالخطوط والصمك والالوان وكلام من ده بعد كده شريط الاوامر راح نعرفين بكتب عليه الاوامر بتاعتي بعد كده عندي شريط المعلومات اللي بتابع عليه معلومات الملف اثناء تنفيذ الاوامر عليه يبقى ده كان وجهة البرنامج وكان الجزء الاساسي عندي يبقى انا هنا لو باجي برسم على البرنامج انا بستخدم منطقة العمل لعمل رسومات الهندسية في البرنامج بتاعي. طيب عشان اتعامل بقى اكتر مع البرنامج واشتغل معاه بشكل كويس محتاج اعرف كمان ازاي افتح البرنامج. يبقى نبدأ نكمل مع البرنامج بتاعي ونشوف ازاي اقدر افتح ملف جديد على البرنامج. هنا منطقة العمل بتاعتي بشتغل عليها. باستنى طبعا بضغط على الايكونة الخاصة بالبرنامج. باستنى ان البرنامج يقوم بفتح الملف بتاعه. هي طبعا في شاشات ترحيبية فانا ببدأ اقفل الشاشة الترحيبة الخاصة بالبرنامج وابدأ ان انا اشوف الملف بتاعي. كده الملف العادي اللي تفتح من ايكونة التشغيل هو الشغال قدامي. انا عايز افتح ملف جديد. عندي هنا مسلا فيه شريط الادوات اللي عندي او شريط البيانات اللي عندي. بضغط على ايكونة جديد. بختار نوع الجديد بتاعي ده ان هو ملف اسمه اكاد. بقى عندي ده اسم الملف انا ما سميتش حاجة لسه انا بفتح بس بتاع البرنامج. من قائمة في عندي بضغط على برضو بيفتح لي النظام. فانا بقى برضو بختار اكاد ايزو. بقى لقى ان فيه بدأ يفتح قدامي. طبعا دوت دي دابلي و جي ده الامتداد الخاص بتاع الملف التنفيذي. اللي بيتم العمل عليه على البرنامج. بعد كده عندي فيه الشريط الفوق اللي هو شريط العنوان هلقى برضو الايكونة موجودة فوق ايكونة فتح ملف جديد. هلقى ان بقى عندي دروينج فور. يبقى انا كده بقى عندي اكتر من طريقة بفتح بيها البرنامج. عندي اه مش من شريط القوائم شغال. انا كمان عندي من شريط الخصائص موجود في نيو اه ملف جديد او نيو فولدر. اه او نيو فايل معلش. اه هلقى برضو فيه شريط العنوان فوق هلقى برضو نيو فايل. الايكونة موجودة فيه اكتر من مكان على البرنامج. فبالتالي سهل ان انا اوصل لآه البرنامج وافتح عليه الملفات الجديدة. طب عشان اتعامل مع ملفات يمكن احنا شوفنا كده الخلفية عندي خلفية مربعات. هو في الطبيعة لما بجي افتحه ما بيكونش مربعات. بيكون شكله مختلف. اما سادة اما مربعات. ازا كان بالشكل اللي هو اللي شفناه من شوية بكون انا اسمي الاساس بقول له افتح لخطوط الشبكة. يبقى المربعات دي اسمها خطوط الشبكة. في عمليات كتيرة هنبدأ نتكلم فيها ونتعامل فيها مع الملف بالشكل ده. لكن تعالوا ندخل بقى على الخطوة التانية مع البرنامج جوادي كمان معنا مهارة جديدة من المهارات اللي احنا نتعامل بيها مع البرنامج. تعالوا نشوف اللي جاي معنا هيكون ايه. احنا كده خدنا مع وضوع فتح ملف. تعالوا بقى نشتغل على حفظ الملفات. في حفظ الملفات ده طبعا من الاوامر المهمة عندي. خلي بالنا انا عندي اكتر من ايكونة لعملية الحفظ. عندي وفي البداية هتقوم بدور لكن هنقول دي وضعها ايه بعدين. تعالوا نشوف هنا انا عندي كانت فيه شريط العنوان فوق. وعندي فيه شريط الادوات برضو في الامر وبرضو هلقى من شريط القواني المنسدرة في امر يبقى انا لو ضغطت على في شريط العنوان ماشي. ضغطت على فيه شريط الخصائص ماشي. ضغطت على في البداية هلقىها شبه عادي. تمام كده? انا مع بعض برضو واحدة واحدة. هروح على قائمة هلقى تحت شوية كده فيه وفيه وهلقى عالجنب كده فيه ازرار مختصرة. اللي هو او كنترول شفت اس. هيحفظ على طول. هيحفظ باسم مختلف. ايا كان الطريقة انا هنا اخترت الايكونة بتاعتها اخترت طريقة الحفز. هنا بختار مكان حفز الهدف. او المكان اللي انا نهاوي احط عليه الملف بتاعي. وابدأ اسمي الملف بتاعي بالاسم الجديد. هنا هسميه مسلا تمرين واحد. بدل درويند وان. وهقول له سيب. انا اقدر اسميه باي اسم انا عايزه. عشان اقدر اوصل له طبعا بسميه اسم سهل الوصول ليه. اقدر اتعامل اه معاه بشكل بسيط. وابقى فاهم انا بتعامل معاه ازاي. انا كده عندي اكتر من طريقة للحفز زي ما قلنا. انا عندي وسيف از. وهنقول الفرق بينهم حالا. وعندي في اه شريط الخصائص برضو فيه وعندي في قايمة هنا زي ما قلنا اده هنا عندي بتاع البرنامج اللي هو بيفتح لي بالاسم اللي هو الديفلت بتاعي. في شريط الخصائص العنوان برضو بنفس الطريقة. وهضغط على اه سيف لو انا سميت الملف بتاعي. وعندي زي ما قلنا في البداية هي بتعامل معاها كأنها سيف بالزبط تديني نفس الشكل. كده برضو هبدأ اعمل عملية الحفز بتاعتي. بعد كده عندي قايمة زي ما قلنا. وعندي وصيف وصيف وعندي الازرار الاختصار للسيف العادية وكنترول شفت اس للحفز باسم. تمام? وابدأ كده برضو اتعامل مع البرنامج. وهروح اقوم بعملية الحفز. بعد ما اخترت المكان حفز الهدف بتاعي هكتب تمرين واحد. وبعد ما اكتب الاسم التمرين بتاعي هروح على طول على حفز. وكده اتحافظ الملف بمسمة ملف او تمرين اتنين. حلقا نشريتي العنوان فوق بقى فيه كلمة تمرين اتنين. فبالتالي يبقى انا كده احفظ ملف بالشكل المطلوب. طب تعالى بقى نشوف يعني ايه ويعني ايه ما هو الاتنين حفز. الفرق ما بين ده ايه? وما بين التاني ايه? وامتا استخدم ده? وامتا استخدم ده? نمرة واحد سيف. سيف في البداية انا لسه عملت الملف بتاعي. وحطت عليه التمرين بتاعتي محتاج ان انا احفظ. طب انا احفظ ليه? لان لو حصل اي فقد في يعني مثلا لو حصل اي اه شورت معاك او حصل اطفاء او قفل الجهاز غزبا عنك الكهربا قطعت. فبالتالي الجهاز فصل. فبالتالي انت ما حفزتش. ما عندكش اي طريقة حفز انت عملتها. كل الشغل اللي انت عملته خلاص راح. طيب سبب تاني. انا بحفظ باسم معين عشان اقدر اوصل الاسم ده. لو ما حفزتش بالشكل ده. مش هقدر اوصل الاسم بتاعي. مسلا انا شغلت في اكتر من مشروع. فبالتالي بحط المسمى ليه المشروع بتاعي عشان اقدر اوصل الملف ده فيما بعد. فبالتالي مع بداية شغلك لما تضغط عليها للحفز الاول مرة بتديك حفز اه واختار مكان حفزه وتختار اسم الحفز بتاعك يديك خطوات كتير. لكن فيما بعد. فتحت الملف مرة تانية. وتيجي تضغط على الزر او ايكونة حفز مش هزهر لك الكلام ده مرة تانية. ليه? هو بيكمل كتابة على الملف القديم. تمام كده? انا النهاردة رسمت مربع. طيب جيت افتح الملف اللي كان فيه مربع ده وعايز ادخل عليه دايرة. فانا لما حطيت الدايرة وضغطت على حفز ما طلبش مني طبعة تحفظ فين طبعة تسميه ايه? لانه اصلا تحفظ في مكان وتسمى كمان بالمكان بتاعي. فبالتالي انا اوتوماتيك هرسم الدايرة على المربع بتاعي وهتروح محفوظة اوتوماتيك. بدون ما اعمل الخطوات الكتير اللي احنا شفناها. طيب سيف از. ليه سيف از? ما هو في سيف. يعني انا انا هدوش نفسي ليه باكتر من سيف موجودة عندي على البرنامي. ببقى اتنين زملاء شغالين في مكتب واحد. احنا ما نتكلم على الشغل في الحياة العملية. الاتنين مع بعض مسكين مشروع واحد. بس زي ما تقول ان في جزء النمرة واحد بيعمله من الزملاء. وفي جزء تاني هيكمله نمرة اتنين. يعني الملف في حد هيشتغل وراك فيه. فبالتالي لو بياخد اللي تبنى عليه الشغل الاساسي. هو بيعمل خطوات عليه. فرضا لو انا في قسم عمارة. وكان عندي اتنين مهندسين. مهندس الاولان مسؤول عن خطوط اه وضع خطوط المبنى الاساسية. والمهندس رقم اتنين اه وضع خطوط الخدمات. اللي هي خطوط الصرف وخطوط المية وخطوط الكهرباء على نفس النموذج بتاع التصميم الاساسي. تمام كده? فالمهندس الاساسي اللي صمم المبنى هو رسم الرسماء الاساسية. في حد هياخد منه يشتغل. الحد اللي ياخد منه يشتغل ده خد الملف. طب انا كمهندس رقم اتنين وهبني حاجات جديدة على الملف القديم اللي انا اخدته وما اخدتش منه غير نسخة واحدة. ممكن احفظ تلاتين اربعين نسخة عندي. بس هو لما جي فتح عايز يحفظ الشغل بتاعه باسم جديد ملف جديد على الملف الاساسي. فمسلا فتح التمرين واحد وهيبدأ اشتغل عليه وبعد ما خلص ما عمدسش على حفز ضغط على عشان ياخد حفز الملف بتاعه في مكان جديد بمسمى جديد. يبقى تقول ايه? اول ملف كان اسمه المشروع رقم واحد. لما جاي يضيف بقى للخطوط الجديدة بتاعت الصرف او الخدمات عموما زي ما احنا بنسميها هيسميه المشروع واحد باضافة الخدمات. ويعمل له بعمل الكلام ده امتى لو انا اشتغلت في المشروع وكان الجهاز مفتوح وزميلي قال لي خد الملف ده وابدأ اشتغل لي. فانا عشان ما ادمرش الملف الاساسي بتاعه. بروح عامل وانقل شغل في مكان حفز جديد. وابدأ ان انا اتعامل معايا بالشكل اللي انا عايزه. واضيف خطوطي. حصل اي معايا حصل اي مشكلة. هارجع للملف الايه? الاصلي. طب وممكن كل خطوة يعمل كده? ممكن كل خطوة يعمل كده بس بتبقى متعبة اكتر يبقى عنده مشروع رقم واحد باضافة خدمات واحد. مشروع رقم واحد باضافة الخدمات اتنين. واحد باضافة الخدمات التلاتة يبقى عندي كزا آآ نسخة غير مكتملة من المشروع. لغت لما اوصل للنهاية لمشروع مكتمل. بعمل الكلام ده امتى لو عايز ادل اكتر من واحد من زمايلي معايا في المشروع آآ مجموعة من رسومات عشان يقدر يتعامل بيها مع ايه? مع الملفات بتاعتي. يبقى احنا كده عارفنا الفرق ما بين السيف وما بين السيف اس. تعالوا نشوف تمرين تاني من التمرين معايا وهو ازاي افتح ملف قديم. انا كده عرفت ان عندي ملفات كانت مرسومة عليها قبل كده. وهفتح ملف قديم عندي. طب هفتحه ازاي? برضو هنا لو بصينا على التمرين اللي معانا دلوقتي. هاجي هنا عشان هفتح ملف قديم في عندي الملف او شكل الفولدر اللي قدامي ده. دي الايكونة بتاعته. جنب ايكونة ملف جديد بالزر. فبضغط عليها بلقى هنا اللي فيه اكتر من او اكتر من تمرين موجود. كل بضغط وبضغط على الملف. وبختار مكان اللي بحفظ فيه الملفات بتاعتي. بروح على الاسم الملف اللي عايز اشغاله. وليكن بس ملف ده واعمل له قبل. بعد ما عملت له قبل وصلت الملف اللي تم رسمه وتم تصميمه على ايه? على البرنامج بقدر اكمل عليه شغل. ده بالنسبة لو انا حبيت افتح ايه? ملف قديم. طب فيه طريقة تانية. اه تعالوا نشوف طريقة تانية. قائمة فايل. قائمة فايل برضو هلقى شكل الفولدر موجود فوق اوه. انا عملت برضو للملف بتاعي. وهنروح نفتح برضو الملف بشكلتين. انا كده عرفت انا افتح من المكان ده. تعالوا نجرب المكانتين. من قائمة فايل اوبن. وبرضو كنترول او بيتاح للملف برضو كازرار اختصار. وهروح برضو لنفس المكان. وهعلم على و هفتح التصميم بتاعيها اللي مرسوم بالشكل ده. يبقى انا كده برضو قدرت اوصل للتميم بتاعي من مكان تاني. طب تعالوا نشوف ايه اللي هعمل ايه كمان مرة تانية مع الملف. كده احنا عرفنا عملية الفتح. طيب يبقى انا كده عندي اما من شريط الخصائص. اما من شريط العنوان. اما من قائمة فايل. اي مكان من الاتنين دول. هقدر افتح منه الملف بتاعي القديم. طب هفتحه ليه بقى? انا عندي ملف قديم ما انا خلصت عليه شغل. طب انا قلنا احنا بناخد الملف بتاعنا ده. وبروح ادي لزميلي عشان يكمل عليه الشغل بتاعي. لو ما عملتش كده. هبقى انا شغال لوحدي. وده طبعا مش هيكون اه كويس. انا عايز المجموعة لشغالة معايا. كلها شغالة. فيش حد بيعمل كل حاجة لوحده. بيحتاج مساعدين. فبالتالي وانا معايا الناس اللي بتساعدني. مفروض اب انا لو لو عندي مسلا ادارة لازم تبقى في حد مدير للموضوع او منظم للموضوع. فبالتالي هو اللي بيوزع الاعمال على المجموعة اللي قاعدة. حتى لو هو من ضمن الناس اللي بتكون شغالة. ممكن يكون دوره في الوسط او في وسط العملية. او دوره في بداية العملية او دوره في نهاية العملية. بس المهم ان هو مسؤول عن تنظيم العملية بالكامل. فبالتالي ممكن يكون هو عنده بتاع التصميم نفسه. معايا كيف واحد بيبدأ يصمم الجزء رقم اتنين في التصميم. واحد بيقسم الطبقات. واحد بيعمل الشغل التعبئة اللي جوه التصميم بتاعي. واحد بيقول التشتباط. واحد بيقول الخدمات. في النهاية واحد بيقول المنتج النهائي بتاعي يكون بالشكل ده. فبالتالي بقى كل واحد عليه واجب بيعمله الترتيب بتاعه. وانا بتعامل بقى محتاج ان انا باخد الملفات دي من زمالي. وانا بفاتح الملف بتاعي. مش محتاج اخرج من البرنامج واعمل له او اعمل له اه تنزيل حتى ان انا اصغر نزله على الايكونة بتاعته. عشان ادور افتح على ملف تاني في البرنامج. لأ انا عارف ان الايكونة الملف اللي انا عايز اشتغله اقدر ازاي افتحها من غير مقفل شغلي. وراح ادور عليها في اي او اي موجود على الجهاز. انا عارف ان هو موجود في المكان ده. فبدل ما اشغل الجهاز دي يدور لي عليه واستنى بقى تحضيري البرنامج عشان فتح الملف. لا. وانا جوه البرنامج هقوم بعملية الفتح. طب ده هيعمل ايه? ايه الفرق بينه? وبيني نروح اضغط على ايكونة الملفات من برة البرنامج خالص عشان اشغل. اول حاجة الفرق في سرعة فتح الملفات. سرعة فتح الملفات لما يكون البرنامج شغل في الاساس هي اسرع بكتير جدا من لو انا ضغط على ايكونة الملف بتاعي او الملف التنفيذ بتاعي واستنى هيفتح. انا استنى عمليات تحضير البرنامج بالكامل اثناء عملية الفتح. فبالتالي ده هيعطل سنة اه ممكن يكون هي ثواني بسيطة ايه مش مش بيقعد وقت. بس احنا متكلم معنا عطلة هيعطلني جزء من الوقت. وانا مش عايز يكون عندي اي جزء من العطلة اثناء عملية التنفيذ على البرنامج. فده جزء مهم جدا عندي في عمليات التنفيذ على البرنامج. هتعالوا نروح لمهارة تانية من المهارات الموجودة عندي وهي تغيير خلفية البرنامج. على النفذة الاول بعد كده نقول ايه الموضوع. انا هنا عندي البرنامج بتاعي خلفيته خضرة. طبعا الخلفية الخضرة ليها نظام في شغل الفيديوهات والموضوعات التانية تخص المنتج الفيديو. لكن انا هنا هضغط او عايز اغير الخلفية بتاعتي. فهضغط كليك مين واضغط اوبشن. تفتح للويندوز السابقة. وبعد كده هبدأ ان انا اختار واشغل الويندوز بتاعتي دي اللي هي درويج ويندوز كالر. فهنا هلقا ان في جزء كبير جدا موجود هنا عندي طبعا هنرجع للجزئية دي تاني. بس خلينا نكمل معاك كده بعد ما اختار اللون ضغط اوكي وحول اللون الاصفر. طب هو بيعمل ايه بقى? تعالوا نقول ان هو برضو فيه طريقة تانية عشان اعمل الكلام ده من قيمة واختار اخر حاجة اوبشن. بعد كده بروح عند الويندوز نفسها. وبعد كده بختار تفتح لي نفس الويندوز اللي كانت معايا من شوية. وبفتح هنا القيمة دي وبختار اللون ده اللون خاص للباكجراوند. لو لقينا هنا او بصنا او لو ما احنا جزئية هنا هنلقى ان كلمة باكجراوند هي الموجودة هي المتمشطة في الجزئية دي. فبالتالي انا كده بلعب على لون الباكجراوند. فبفتح بالاتة الالوان اللي عندي وببدأ ان انا اتعامل مع اللون اللي موجودة عندي وبختاره عشان اعمل عملية التلوين المطلوبة. هنا تاني وهختار لون جديد. هنا بختار او سلكت كالر. فبتفتح لي قيمة الالوان او بالاتة الالوان بختار منها اي لون يناسب المشروع بتاعي. طبعا هنا الالوان موجودة وكل اللي بعمله بس بختار الحاجة انه عايز اغير لونها في القيمة فوق. وببدأ ان انا اتعامل معاها بالشكل المطلوب. انا كده غيرت الخلفية الخاصة باللون بتاعي غيرتها منين? غيرتها اول حاجة هنا جيت في منطقة العمل. وضغطت كليك يمين. واخترت اوبشن. بالشكل ده كده. فتحت لي قيمة اخترت تاني حاجة. اللي هو اللي هي العلامة دي. مكتوب عليها ديسبيلاي. بعد ديسبيلاي اخترت كالر. بعد كالر. طلعت طبعا هنا كل حاجة هنا ليها لون. ليها اسمي في القيمة دي. لو ضغطت عليها اغير لونها من القيمة او من الشريط ده. يعني لو ضغطت على اوتو تراك هاروح هنا وغير. لو ضغطت على الليت هاروح هنا برضو اغير. وهكذا يعني. فبالتالي ده طريقة العمل. بعد ما خلص بضغط اوكي بيتغير اللون. بعد كده هستخدم قيمة اختار اخر امر فيها اللي هو اوبشن. تفتح للويندوز بتاعت الاوبشن اختار ديسبيلاي. بعد كده كالرز. بعد كده بختار اللون. بتابع اللون طبعا في الجزء الخاص بالعينة بتاعتي. بختار هنا من قيمة الالوان الوان اه معينة. اللون اللي بيعجبني. بعلم عليه طبعا بيبقى اللون مناسب للتصميم اللي اشتغلوه. بعمل تاني. بختار لون مخالف للون اللي موجود عندي على الشاشة. الضغط لما اثبت على لون مناسب. طبعا ده بيسهل اكتر عملية التصميم. وصلت للون ده. يبقى انا كده خيرت الخلفية بتاعته ووصلت للشكل ده. كزينا احنا كنا نتكلم فيها. هل الامر ده موجود في المنهج? ولا مالوش لازمة? ده انا بخته كده بالشكل ده. هو التمرين كتمرين موجود في المنهج. بس هو تمرين بسيط. احنا ما زلنا. ما اشتغلناش على البرنامج. يعني لا رسمنا خط ولا رسمنا دايرة ولا عملنا اي حاجة خالص. فبالتالي انا كل ده قاعد زي ما نقول كده بفتح البرنامج. بتعامل مع البرنامج الاوتوكاد وبقول انا فعلا عندي برنامج وببدأ ان انا اشتغل عليه. تمام كده? فكل اللي احنا بنعمله ده فتح للبرنامج. تعامل مع بدايات البرنامج. بغير خلفية عشان اجيب خلفية مناسبة للشغل بتاعي. اخترت الخلفية وبعد مناسبة للعمل ببدأ ان انا اكمل تصميم عليها وبنى تصميم. طب الكلام ده اقدر استخدمه في اي وقت اه اقدر استخدمه في اي وقت لان الوقت الطباعة هلون الحاجة اللي عايزة لونها واروح عامل عينة وطبيعة ومجربها. طيب زي ما قلنا من التمرين البسيطة تمرين زي ده. وعرفنا تعامل معه ازاي? وعرفنا انه ممكن نيجي في الامتحان وممكن لا. زي بالزبط فتح وقفل الاشريطة. مش شرط برضو ايه? يكون موجود في الامتحان ده احنا بنتعلمه عشان خطر نعرف نتعامل مع المرنامج اثناء عملية الايه? عمليات العمل عليه او عمليات الامتحان. طب تعالوا نشوف التمرين اللي بعد كده. والتمرين اللي معنا بيقول لي اخفاء وزار الاشريطة في الادوات. وده تمرين مهم جدا لكنه مش موجود عندي فين? في المنهج. بس مهم جدا. تعالوا نشوف التمرين ونعرف اهمية الامر ده. وليه بناخده? مع انه هو مش جزء اساسي في المنهج. انا هنا عند شريطين مهمين وهو شريط وشريط درو. بسحب الاشريطة المهمة دي عندي في منطقة العمل. ويه هنعمل لها? قفل. قفلت. وده اللي هيحصل معاك في الامتحان انك انت ممكن تفتح البرنامج لكن مش تلق الاشريطة دي نشطة فبالتالي لما تعرفش توصل لفتحها مش هتقدر ترسم حاجة. فهنا هاجي على قائمة طولز طول بارس اوتوكاد وهلقى ان اشريطة الادوات كلها هنا عندي اللي قدامه علامة صح فهو نشط اللي مفيش قدامه علامات فهو غير نشط. درو ما كانش نشطة ونشطها وظهر شريط درو. هاجي طولز طول بارس اوتوكاد واجه عند شريط مدفاي طبعا الاشريطة مسميتها مرتبة بجدي فهنا شريط مدفاي برضو ظهر معي. ولازم باعرف انا بفتح شريطة ايه لان فيه اشريطة مسماها زي بعض مع اختلاف حاجات بسيطة. هنا اقدر الغي تنشطها من الشريط مش مش لازم اقفلها وافتحها تاني عن طريق تنشطها في في القيمة. يبقى كده انا عند الشريطين. تعالوا نعمل الموضوع ده من مسافة ابعاد شوية. عشان نشوف الاشريطة هي بتختفوها بتزهر. هنا هنيجي برضو نفس الطريقة طولز طول بارس اوتوكاد. هنا لغيت اه شريط درو وهنا طولز طول بارس اوتوكاد ورجعت شريط درو مرة تانية. طيب في هنا حاجة تانية لو لاحظنا ان لما سحبنا الاشريطة في المكان ده كانت بتختفي وتظهر في نفس المكان. طب لو رجعناها مكانها الجانيبي ده. هل هيحصل نفس الموقف لو حبينا نخفي الاشريطة ونظهرها? نجرب. احنا لسه بنجرب مع بعض وبنتعلم ازاي نتعامل مع البرنامج. هنا برضو هعمل بنفس الطريقة. هروح على شريط او قيمة طولز طول بارس اوتوكاد نعملها مرة تانية بالراحة. وهاجي الغي تنشيط درو اختفى. تعالوا نعمل تاني مرة تانية طولز طول بارس اوتوكاد وهنزهر درو اختفى وظهر في نفس المكان بتاعه بعد ما آآ ظهر او بعد ما تم وضعه في المكان. بقى انا كده عندي حاجة مهمة جدا في اخفاء وزارة الاشريطة ان الشريط بيفتح وبيقفل في اخر موضع انا حطته فيه. يعني لو انا كنت كان مكان الشريط ده في منطقة العمل في اي جزء في منطقة العمل هيظهر واختفى في نفس المكان. مش الشريطين دول بس اي شريط موجودة عندي مدام انا حطه في مكانه الاخير هتلاقيه بيفتح ويقفل في نفس المكان. طب وما هتفرق يعني المكان اه اتفتح اه لو انا سحبته في المكان ده اقفله ولما اجي افتحه ويرجع في المكان الديفلت بتاع الشريط يعني افرد يظهر عالجام. هقولك لا. ده احنا عندنا طبيعة في البشر. في ناس مخصوصا المهندسين. لما بيجي يرتب مكتبه بيبقى عارف كل حاجة فيه. ممكن تلقى المكتب هو البرنامج تصمم عشان يتعامل مع المهندس. فبالتالي هو عارف او بيتعامل مع المهندس ان هو فاهم هو حط الحاجة بتاعته اخر مرة كانت خيه. فبالتالي هو لما بيفتح الملف بتاعه بيحط شريط معين في مكان معين هو بعارف المرة الجاية لما يجي يفتح هيفتح هيلقاه في المكان ده. لو يتغير المكان هو هينسى الحاجات بتاعته. فبالتالي عشان يرايحوا نفسهم اللي صمموا برنامج اتوكاد اتعاملوا مع الموضوع الموضوع بنفس الطريقة. انا عارف ان الشخص ده من طبيعته لو حط الحاجة دي في المكان ده عايز يفتح يلاقيها في نفس المكان. فبالتالي ازا اختفى الشريط وهو كان في سطح المكتب هيرجع تاني وهو اه معلش في منطقة العمل هيرجع تاني في منطقة العمل المكان ما انا حطيته فيه. ده ليه? عشان يساعد الشخص اللي كان على البرنامج ده ان يبقى فاهم ان حاجته بتحط فين? على منطقة العمل او حتى ترتيب الادوات. انا فعلا الناس اللي بتشتغل بتبدأ ترتب الادوات حسب راحتها. ممكن يجيب شريط الرسم فوق. ممكن يجيبه في منطقة الجزء الخاص دي كتابة الاوامر. بيكون اسهلوا ان يوصلوا بالشكل ده. يجيبوا على اليمين. يجيبوا على الشمال. براتب بواجهة البرنامج بتاعي زي ما انا عايز. بعكس اي برنامج كان. يعني لو رحنا مسلا على برنامج زي آآ برامج الاوفيس. هلقى ان اماكن الشرائط سابتة. ويبتتقفل كلها يبتشتغل كلها. مفيش الحرية دي. الحرية دي موجودة فين? موجودة في اوتوكات. مش موجودة في اي مكان تاني. فبالتالي بما ان هو برنامج هندسي حاول اللي يصممه يصممه للتعامل مع المهندس. بروح على طبيعته. هو ايه اللي بيريحه? وبصمم البرنامج عليه. طيب نطلع على الحاجة تانية بقى وهي مهمة. الاصدارات. هو انا ليه بعمل اصدارات مختلفة يعني كان عندنا المنهج ممكن تلاقيه مثلا ما زال في اوتوكات الفين بس اللي في السوق اوتوكات الفين واثناثر مسلا. طبعا هو اللي موجود عندي في المنهج بتاع سنة تانية اوتوكات الفين واربعة وفي سنة تالتة اوتوكات الفين واسبعة. الفرق ما بين الاصدارات سرعة تنفيذ الاوامر سرعة الوصول الاوامر. هو ده الفرق. بيحاول يسهلك خطوات تنفيذ الامر بتاعك. دلوقتي مع الاصدارات الاعلى. لا ده انا مش محتاج ان انا اروح عشان اشوف حتى شريط الاوامر بيكتب فيه ايه? ده هو بقى يساعدك دلوقتي ان ان انت بيفتح لك جزء من الاوامر وانت شغال اه بترسم. فاصبح انه في جنب المؤشر الماوس بتاع الرسم بتاعك فيه جزء ممكن تكتب عليه. زمان لا انا لازم استعمل شريط الاوامر. هو ما قفلش شريط الاوامر برضو مازال بيكتب حاجات على شريط الاوامر. بس زي ما اللي بقوله كده هو بيحاول بقدر الامكان انه يسهل الوصول للاوامر بتاعته. طب هو ليه بيحدث برنامجه ما هو عمله اول مرة وخلاص فالناس اشتغلت عليه. السبب مهم جدا هو بيدور على انه يوصل بمستوى اه التنفيذ او طرق التنفيذ على البرنامج او طرق التعامل مع البرنامج لمستوى يسعد المهندس اللي بيشتري او بيستعمل النوع ده من البرامر. فبالتالي ده هيعمل اقبال على البرنامج من ناحية عمليات البيع والشيارة الخاصة بيه. ما لناش دعوة بالموضوع ده. انا ليه دعوة بحاجة مهمة جدا انه لما باجي ارسم رسمة انا عايز حاجة سريعة الوصول وسهلة التعامل. فبالتالي البرنامج كانوا بيحاولوا يتورو بيشتري. هقدر اشتغل ده بنفس الطريقة. بس تعالى بقى. في جزء مهم جدا في البرنامج او في البرامج عموما بيخلاف حتى البرنامج بتاعنا. لو انا اتعاملت على الاصدارة الاعلى ما بعرفش اتعامل مع الاصدارة الاقل. الاصدارة الاعلى سهلة. الاصدارة الاقل هتلاقي ان عايزة خطوات اكتر. فبالتالي لو انا شطرت وتعاملت مع المستوى الاعلى مش اقدر اتسوق او اقدر اتعامل مع الاقل. بالنسال كده بالزبط زي اللي يجي يتعلم على عربية السواءة. وتيجي تدي له عربية منول. مش عارف سوقها اصلا. مش عارف اتعامل معها نهائي. لكن تعال على العكس انا اديتك الاصعب في الاول اللي هو العربية المنول وعلمتك عليه وعلمتك يعني ايه غيار. وانت راكب الاوتوماتيك هتبقى بتحس بغيارات الاوتوماتيك وهي بتتغير وتبقى فاهم هو شغل او ماشي على انه سرعة. والسرعة دي مناسبة ولا لا. فبالتالي حتى لو شافنا عربية ماشي على سرعة غير مناسبة. يعني ببعض احيان طبعا غير الاصدارات الجديدة برضو في العربات. حتى لان هو ممكن يمشي بدون ما يوريك. هو ماشي على انه سرعة. او على انهي غيار في العربية. فانت تبقى حاس ان هو مناسب او مش مناسب في المنول. في الاوتوماتيك يعني. طب لما تركب العربية وتجيبها على طريقة الاوتوماتيك او تسحبها في المنول بتاعها. وهو الاوتوماتيك في الاتنين. في بعض العربات فيها كده وكده. فانت لو شاطر وتتعامل مع المنول. لما تجي تنقل العربية بالشكل ده تقرف تسوقها. لكن لما تجيب واحد بيتعامل مع الاوتوماتيك بس هو كل اللي بيعمله بيضغط يا بنزين يا فرامل. مش هيقدر يكمل مع العربية لو حصل اي عطل في الاوتوماتيك فحاول يحاولها تشتغل على الصعب مش تعرف تتعامل. فبالتالي احنا بنعلمك الاقل في الاحدث. عشان اشتغلت هنا ماشي اشتغلت هنا ماشي. ده بالنسبة لفرق الاصدارات والتعامل معها. طيب تعالوا بقى نرجع لتمرين بتاعتنا ونشوف تمارين جديد من التمرين بتاعتنا وهي دي تمارين البداية الخاصة بالتعامل مع الملفات وهي عمليات الرسم وببدأ برسم الخط المستقيم ورسم الخط المنكسر. هنا طبعا عشان ارسم خط بحتاج شريط الرسم. وضغط على ايكونة رسم الخط المستقيم. وطبعا الموس هنا بقى نشيط للرسم الخطوط. لو ضغطت F8 الخط هيبقى او رأسي. انا كده ضغطت على الملسة ما ضغطتش. فبالتالي باتحرك بحرية. فبالتالي بيظهر مع التجبير التكسيرة اللي احنا شايفنا في الخط. فبالتالي هنا كده عندي حرية الحركة في رسم الخطوط الميلة والعادية. البكسلة اللي احنا مكبرين شوية الخط عشان يبانت الرسم. طب انا مش عايزة خطوط كده ميلة. انا عايزة اي اما افقية. اي اما ايه رأسية. اروح ضغط على ايه? على F8. فبالتالي انا كده ضغط على F8 فبيديني اي اما بالطول اي اما بالعار. اي افقي. اي ايه? يا رأسي. فهنا طريقة التحريك على البرنامج لو اللي ملاحظين ان في ارقام قاعدة تتهزي وتتحرك معي. وده طبعا نوع من انواع التسهيل اللي موجود على البرنامج ان انا اقدر اكتب طول الخط في المسافة دي. ولو عايز اعمل خط بزاوية معينة اقدر اكتب طوله وزاوية الميل بتاعته. فهذا نوع من انواع التسهيل. انا هنا بفرد وبكتب هنا جنب الرقم ان هنا اقول له لا انا عايزه مية بقى او الف عشان واشغل بالملي. فانا عملت الف وانتر فعمل الخط اللي هو طوله الف. بطلع فوق انا هنا محتاج اعمل زاوية. اه هنا وانا برسم الزاوية بقى محتاج اعمل الانفز اوامي بالشكل ده. ان هنا اخترت زاوية. هنا ايات ظهر معي تسعين. انا اقول له الف. وهو قال لي ايات تسعين. انا غير التسعين. اقول انا عايز ايات اربعين او خمسة واربعين. واضغط انتر راح فاتح معي زاوية ميل بطول خمسة واربعين. وانا كده رسمت الخط بطول معين. وكمان ميلت الخط بزاوية معين. وصلت كده للخطوط بتاعتي انا عايز اوصل للنقطة دي ومش عارف. بالسبب ان انا شغال اف تماني. لو ضغطت على اف تمانية تاني هقدر اوصل بالماوس لعلامة الارتكاز دي او نقطة الارتكاز دي. لكن طول ما انا فاتح بالشكل ده. حلقة ان الخط نفسه مش قابل للرسم. ده بالنسبة لرسم الخط المستقيم. وازي انا اتعامل معي. بقى انا هنا عشان ارسم خط بيه الشكل ده. كل اللي عملته. انا هنا ادي خط. وبدأت ان انا افرده. وبتابع هنا. عشان اكتب طول الخط بتاعي. كتبنا الالف. لما باجي اطلع لفوق. محتاج ارسم زاوية. هكتب هنا طول الخط بتاعي. وهكتب زاوية الميل اللي انا هشتغل عليها. طبعا كل الكلام المكتوب ده كان بيكتب زمان يده وبالكامل. بس طبعا هنا سهل شوية في الموضوع. هنا اضغط دابل انتر او اتنين انتر واربعض. هيخرج من الرسم نهائي. لكن لو عايز اكمل تاني فانا بكمل مع الرسم بالشكل المطلوب. هنا طبعا زي ما شفنا. ظهرت معي نقطة الاتكاز. مع ان انا ضغط الف تمانية بس كان ممكن ان انا اوصل الخط بها. لكن طبعا هنا مش مديني حرية ان اوصل للعلامة دي عشان ضغط على الف تمانية. لو لغيت الف تمانية هيوصلها بسهولة. طب لو ما لغتهاش وانت قربت ان النقطة هتعلم عن النقطة وتنسم خط المال برغم ان هي ايه شغالة افقي وايه وراسي. ده بالنسبة ليه? عملية الرسم في طريقة الرسم خط مستقيم او خطوط منكسر. اللي انا عملته دلوقتي اخر حاجة كان هو رسم خط منكسر. خط منكسر هو عبارة عن خطوط يعني منتصقة ببعضها او مكملة لبعضها بتبدأ من نهايات خطوط تانية وبتكون لها ميل غير الميل الاساسي الخاص بالخط. فبالتالي لو عند خط افقي لازم الخط التاني يكون ميل عليه بزاوية ميل معينة. وهكزا بقية الخطوط اللي هيتم اه تقريبها. قابلها او وصولها او تقطعها مع نفس الخطوط. فده طبعا حاجة مهمة جدا عشان اقدر اتعامل مع الخطوط بالشكل المطلوب. عشان اقدر ننفذ اوامر بطريقة كويسة على البرنامج. تعالوا نطلع على امر جديد من الاوامر اللي معانا وهو امر اه مركب شوية هنرسم الدايرة وهنرسم دائرة مثل تلات خطوط وهنرسم كوس تلات عينات من التمارين اللي موجودة عندنا. تعالوا نشوف هيتم تنفيذها ازاي? هنا طبعا رسمة مسلس. هطلع على قائمة طولز. واختار سيركل. اختار نوع من انواع الدوائر بتاعتي. عندي سري تان او تان تان تان. ده دا دايرة هتمس التلات خطوط. كل اللي عمله بس هاول ما اخدو الامر. هروح المس التلات خطوط. ودي كل واحد كليبك شمال. معنا بضغط على اخر خط. هتروح مرسومة دايرة. في وسط المسلس بتاعي بالشكل ده. بدون ما اتعامل مع نص الكتر بتاعها. عشان ارسم كوس اي ار سي فانا عندي اكتر من نوع من انواع رسم الاقواس. اللي له مركز واللي نقطة ارتكاز واللي له نقطة ارتفاع مع نقطة المركز وهكزا واللي له له تلات نقط في كزا طريقة عشان ارسم الكوس بتاعي. هناخد الطريقة الاولى دي. ضغط اول علامة. ببدأ ان انا اروح طبعا وده نزام نص الكتر. ضغط على العلامة التانية ترسم الايه? ترسم ايه القروس بتاعي? تعالوا نشوف طريقة رسمي تانية. سري بوينت هنشتغل عليها. سري بوينت هتبقى نقطة بداية ونقطة ميل او دوران ونقطة نهاية. الاولى والتانية والتالتة. اقدر في الحالة دي بقى ايه? اه اميل الخط كعين كده شبه اللي احنا بنعملها مع المنظور اللي هو الميل الخاص بالمناظير. اقدر اسمه بالشكل ده عشان اطلع دوائر ميلة في اسناء رسمها بالوضعية دي. طبعا ده بسهيل اكتر في رسم المناظير. لكن طبعا هو البرنامج عنده طريقة لرسم المناظير. عشان يقل خاص بالمهارات المركبة. او المواصل المهارة المركبة. سهل اتعامل مع البرنامج واقدر اعمل بيه كل اللي انا عايزه. طيب انا كده بدأت ادخل بقى في الجد وان انا اتعامل مع البرنامج عن طريق الرسم. طبعا كلها تعديلات. محتاج ان انا اعدل عليها وطبعا التعديل عليها بيكون من شريط موضفاي. لكن قبل ما نوصل لموضفاي. تعالوا نشوف ازاي بعمل عملية التلوين او التهشير والتزليل على البرنامج باستخدام امر هاتش. هاجي هنا على الرسمة اللي لسه رسمها من شوية مع معاكم. وهنا هطلع على امر هاتش وهو طبعا فيه شريط درو. من ضمن الايكونات الموجودة على الشريط. بضغط على ايكونة خاصة به هاتش. بروح هنا بختار عملية التعبئة. هقول ادك انا اخترت الرسمة دي. واقدر اروح اعبيها في الايه التصميم بتاعي بالشكل المطلوب. انا درو. وهدور في القايمة على هاتش. فهروح كده بعد كده هروح على الالوان. بعد كده هروح على الناقش. اخترت نقشة. واخترت لون. هعمل ادبيبوينت. وهروح اجرب ان انا لها. طب هينفع يحط رسمة على رسمة? اه. لو الرسمة شفية اجزاء شفية فهقدر احط رسمة على رسمة. ادش تاني. اخليها اختار نقشة. انا لما حطيت على رسمة ابت. فبالتالي الموضوع بسيط. طبعا انا عجبني المكان فقلت اه ضغط شمال عليه فراح نقلني على الويندوز ضغط اوكي رسمة او الالوان نزلت في المكان المطلوب. شبه كده احنا ايه? قدرنا نحط نقشات باستخدام الامر هاتش. فآآ انا كده بستعمل الامر هاتش بالشكل المطلوب. انا كده رسمت الخطوط وجمان طلعت على رسم اللي هي منطقة التلوين بقى. اللي هو لو انا عندي حاجة اعبي او اعمل تعبئة. كلام ده عشان يتعامل. محتاج ابقى عارف التصميم بتاعدي انا بعمله الايه? بعمله الايه? ده حاجة مهمة جدا. انا محتاج احط فيه الوان. محتاج احط فيه اشكال. محتاج اتعامل مع الوانه. طب انا هل التلوين قاصر على التعبئة بس? لا. ده انا عندي كمان بالنسبة للتلوين اقدر الوان. وكمان على ايه? آآ على الخطوط نفسها. يعني نسا ما هناخد كده كمان شوية هناخد خصائص الخطوط. هلاني ان انا ايه? قدامي مع المجموعة الاسمات اللي معايا. آآ شكل حلو جدا ان اقدر اتعامل مع الرسم بتاعك. طب تعالوا بقى نشوف انواع الخطوط. هل انواع الخطوط دي وانا برسم لها دلالات? اه طبعا انواع الخطوط لها دلالات. وانواع الخطوط من دمن شريط الخصائص بتاعي. تعالوا نشوف انواع الخطوط سريعا كده. بالنسبة لانواع الخطوط انا عندي الخط المستقيم العادي. عندي الخط المتقطع. عندي خط المحاور. وكل خط منهم ليه دلالة. طيب وانا ليه بدور على انواع الخطوط في التوقيت ده بالزيت. انا مهندس. بصمم. بحط خطوط على الوحى بتاعتي. خطوطي لازم لها دلالات تشبه اشارة المرور بالزبط. عارف ان الاحمر يعني اوقف. والاخضر يعني عدي. والاصفر يعني خلي بالك انت جاي ابدأ هدي. طيب هو كمهندس بقى. لما بحط خط في مسئول تنفيذ وراه. مسئول التنفيذ ممكن يكون فني. او فني اول. يعني اقل من المهندس في الخبرة. يعني المهندس بيصمم. هو بينفذ اللي بيصمم. هو يفهم التنفيذ اه. لكن معرفش المهندس ده حطاه هنا ليه. شميع انا عايز ايه في الحتة دي. يعني واحد مسلا بيبني عمارة. بعض احنا شفنا رسومات او او حاجات سور على الطبيعة كده يعني. زي مسلا واحد يعمل مكان بلكونة. بس يعني فيش باب. طب انت عملتها ليه في الاساس في في صبت السقف بتاعتك او الخلصانة بتاعتك. انت ليه عامل منطقة خروج وعامل عليها داير بالحجارة او بالطوب. وفي نفس الوقت ما فيش باب اصلا عشان اخرج عليها. ده ايه بواحد صمم. جاء له الرسمة. ونفذ على ان الحيطة دي مقفولة. فبالتالي قفل الباب اللي هو كان مفروض يخرج على مكان البلكون. فبالتالي هو نفس غلط. طب هو نفس غلط ليه? ما هو لو نفذ اللي في دماغه بعيد عن التصميم. ممكن ده يأثر على التصميم المرسوم. فبيريح دماغه وينفذ اللي موجه. طيب عشان بقى انا ما حطش الشغل على التنفيذ في امر محير. لازم يبقى فاهم دليلات الخطوط اللي عندي. الخط المتقطع اللي هو شرطة نقطة ده خط ما حاول يبقى عن مكان ده. وانا رسم لك فيه مستطيل. مستطيل اللي شفت في جنب تاني هيكون على شكل دايرة. يبقى وانا بعمل عملية التصميم اراعي اكتر بايه? اللي بينفذ وراي عشان يقدر ينفذ لتصميم بشكل مطلوب. وإلا لو نفذ غلط هيبقى في النهاية الغلطان انت لان انت صاحب التصميم. طبعا احنا النهاردة اه اتكلمنا عن برنامج التكات كان عندنا افتتاح لموضوع البرنامج وعرفنا الوضع بتاع الادوات الاساسية اللي عندي. طبعا في الحلات الجاية نبدأ ننفذ تمارين اكتر واكتر. ان شاء الله تابعونا بس في الحلات الجاية ونفذوا كل التمارين اللي معانا بشكل اه ما احنا بننفذ كده اكتر مرة عشان نقدر نحفظها. وطبعا تابعونا على قناة اليوتيوب. اي اسئلة بعتوا هلنا على جروبنا على اه الفيسبوك برضو باسم قناة مصر التعليم الفني. اه انتابعكم وانرد عليكم ان شاء الله. وفي النهاية بنوالكم توفيق. والى اللقاء.